موسيقى اليوم قررت أستغل جو البحرين الجميل وأطلع أرسم بره قبل أن أبدأ الحلقة لو سمحتون شوفوا الميكاب اللي مطقمت النوية حلقة اليوم والحديقة والمفروض يكونون أوراق شجار وأتمنى تكون وصلتكم الفكرة السلام عليكم يا جماعة وياكم هودا المرزوق وهذه قناتي المختصة بالفن موسيقى جبت ألواني فرشي وكل شي أحتاج للرسم بدون مقدمات يلا نرسم أول شي بنزل أكثر لونين مريحين الأزرق يلا أنزل أنزل والأبيض شوش لهم شي بس بقططة خل بحطي إياهم شوي من فسجي باخد هالفرشة الكبيرة بدمجهم هالشكل الله بتي بدمج بس سيدا أحس أني حطيت واجد ألوان بس تسكي كالعادة هودا دائما تحط واجد ألوان لأن نحن حين أورادي برا فالمفروض الألوان من الهواء تنشاف أسرع أم بايحس اللون صار واجد غامضق واجد بنفسجي نزلت شوف شون صارت الألوان شوي فيها متكتلة فبهالفرشة بحاول أخلي كل شي سيدا بخليها هني عشان ما أطلع وزني بنطر عليها شوي تنشاف أقوب ما أنا شفت أول طبقة ألوان ببدي أخذ أوراق من أشجار الحديقة هذه حصلت الأوراق اللي جمعتها خلأ أراويكم الفكرة اللي في بولي خلأ بنزل الأبيض باخد فرشة بهالحجم وبشيل اللون حين باخد ورقة كبيرة مثل هادي بحط اللون هني بحاول أخلي تجيب هالشكل على الورقة كلها شوف شون صارت نشحنت كل اللون أبيض بخلي الورقة بهالشكل بضغط عليها شوي بسم الله بحط فيها لون أكثر بسوي نفس الطريقة الجهة الثانية شوش لون أضغط عليها يارا بتصير مرتبة نفس خدها الله بزيدها الحين كده واحدة من نفس الورقة نشيلها الحين باخد أسود شوي بالفرشة هادي الكبيرة فيها واجد الماء شوف شلون باخدها بهالشكل وبحطها بهالطريقة على اللوحة كلها شوف شلون اللون اللوحة كلها والحين بعد بانطر عليها تنشى خل باخد الحين ورقة ثانية شكل ثاني وبنفس الطريقة بحط اللون هني شوف شلون أركز على العروق يسمونها بعد نحطها هني ونسوي بنفس الطريقة شوف شلون خنشوف الشيف اللي بيطلع علينا اللهي جميل جدا نواصله بنفس الطريقة بعد نحطه هني يا سلام الحين بعد باخد لون أسود وماي بحطها على اللوحة كامل للمرة ثانية عم بيصر واجد أسود سيلا ما عليه باخد الحين ورقة ثانية بشكل غير بعد بحط عليها أبيض وبحطها هني شوف شلون بتطلع او ما بينت أدل ما حطت واجد لون زيت ألوان خنجرب هني والشيب وان همو عجب اني لهناك صراحة او نايس أحس خلاص حفطتون البروسيس نحط أبيض عليها بعدين نحطها على الورقة اللهي خلبي بدي الحين بهالأوراق صراحة هالأوراق الشيب وان همو حد عاجب اني أحس بتطلع مرتبة يلا نشوف شلون بتبين صادقوني بتطلع الجنن شوفوا ما أحتاج أضغط عليها واجد بروحها تيلي مباشرة بسم الله زينة بحط اللون عليها مباشرة حق يطلع تي واضح حدا أحس كان مفروض كلهم أحط فيهم لونها الكثر من كثر مو أنها ضعيفة على الطيل اضغرب لني شوف شلون بتبين المفروض ان هذي تي بيرفيت حدها يلا بسم الله شوف وااااااااااااااااااا هالورقة أحسن ورقة لهالنوع من اللوحات شوفوا شلون قررت أعدل الشيب لبعض الأوراق اللي هني حاجي تبين تبين تفاصيلهم نرجع مرة الماناترة تاملة الاسود وماء وماء وبعد نحط على اللوحة كامل ولا تخاف من أول ما ينزل تشوفون شي غاموك إذا سحبتونا يترتب الوضع جاعتها سويت لي أوردل شكرا من وين شوارما؟ يلا الحين نفس الطريقة بها الورقة الصغيرة بحطها هنا الله بصراحة أرد عيد هالنوع من الورق هو أقوى نوع حكوا فكرتي جمش لون جميل أحس النتيجة معلها الورقة تشنها شجرة خل بأخذ الحين هالأوراق حط عليهم لون من هالجهة خل بحط الحين الورقة هذي صعبة حدا صعبة لأنه موجة طعيفة بحطها حين هنا يلا خل بحط الأساس هذا هذي حدها حدها الوي يلا لا تتحرك لا تتحرك يا ورقة هذي صعبة حدها حدها ما تقعد لأنه موجة ضعيفة أور زي الله نشيلها زي أنا أحس برقعها بروحي بحط على أماكن الورق ما لها بالفرشاب روحي بسوي نفس الشبه هنا يا رب ما يغرب لني هالورقة شوي أكبر شوف شو تصير زي أنا يباليها بعد ترقيع برقعها بعد بروحي شليه أحط اللون بس محل اللي المفروض الورقة ينحط من هاللون خلاص تعبت خلني اكتفي بهذه النتيجة اللوحة صراحة ما صرت مثل ما كنت تخطط يعني ومثل ما كانت في بالي بس ما أحسها طلعت واجد سيئة قولوا لي انتم ش رايكم فيها اتوقعت الخطة بتضبط أكثر شوفوا يدي شلون صارت كلها ألوان اللي خليني أحب اللوحة هي الأجواء اللي رسمتها فيها أنصحكم ترسمون بنفس الطريقة وتراوني إبداعكم على انستغرام طرشوهم لي ومتأكدة ألف بالمئة بتصمون اللوحات أحلى من اللوحتي بمليون مرة إن شاء الله عجبتكم حلقة اليوم كالعادة لا تنسون اللايك سبسكرايب وتفعلون جرس التنبيهات يلا باي